أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة للشركات الألمانية العاملة في مصر واستعداد الدولة لتقديم كافة الحوافز لمختلف الشركات الألمانية الراقبة كذلك في الاستثمار في مصر وخلال اجتماع نعقده مع مجموعة من ممثلي أبرز الشركات الألمانية أكد مدبولي عزم مصر استمرار البناء والتنمية بالتعاون مع شركاء دوليين مشددا على المزايا الجاذبة التي تتمتع بها مصر في صناعة السيارات لسيما في ضوء حرص الحكومة على دعم توطين تلك الصناعة وخاصة السيارات الكهربائية من جانبهم أكد ممثلوء الشركات الألمانية استعدادهم للتعاون مع مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى جانب دعم التعاون المشترك وبحث المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمثلونها